كيف تعامل الإسلام فضيلة الدكتور مع حقوق المرأة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد قضية المرأة هي قضية المجتمع بكامله لأن المرأة هي جزء أصيل من المجتمع والعبارة صحيحة التي تقول بأن المرأة نصف المجتمع وترعى النصف الآخر وبالفعل فإن الإنسان نما يولد في كنف الأم وفي رفقة الأخت وبعد ذلك تأتي البنت وهكذا فالمرأة لها المكانة العظمى في الإسلام صحيح أن المرأة كانت قبل الإسلام مهملة وفي بعض التشريعات قبل ذلك كانت تباع وتشترى وكانت متاع مثل بقية الأمتعة بل يعني في منطقة وفي رتبة متدنية للغاية قد لا يرضها الإنسان وأنا لا أعرف لماذا كانت الطبيعة البشرية في هذا الوقت تجعل مثل هذا الأمر لأن هذه المرأة التي أنت أنزلتها أنزل منزل الدنيا في الحقيقة هي أمي وأختي وعمتي وخالتي وبنتي فكيف ترضى الطبيعة البشرية هذا الأمر في هذا الوقت هذه في الحقيقة انتقاص شديد من المرأة لكن لما جاء الإسلام كان الخطاب على السواء لم نجد تفرقة أبدا في إطار التكليفات الشرعية على نطاق العبادات وعلى نطاق المعاملات حتى في الجزاءات في النطاق ولا في نطاق التربية كل الخطاب الشرعي جاء بلفظ العموم الذي يشمل الذكر والأنثى ولا تنفك عنه الأنثى ولا ينفك عنه الذكر ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لم يكن الخطاب هنا أقيموا يعني أنتم أيها الرجال والنساء لا بل أقيموا للجميع أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حجوا البيت من استطاع إليه سبيلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود في نطاق العقود المدنية في نطاق العقوبات واحدة تطبق على الرجل وتطبق على الأنثى قد تكون هناك تكلفات في الحقيقة هي للرجل وليست للمرأة ظروف تختضيها الطبيعة الخلقية عند المرأة ما عدا ذلك الخطاب على السواء ولذلك فالإسلام أعلى من شأن المرأة وأعطى لها كافة الحقوق أذكر في رواية من الروايات هي مثار الحقيقة للعجب جاءت مرأة سعد بن الربيع وقد مات مع قتل وستشهد مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد فجدت زجته جاءت إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله إن سعدا مات معك في أحد وقد ترك ابنتين وقد استفاء عموهما بالمال ولا يزوجاني إلا بمال فلم يكن قد نزلت آيات الموريس بعد فترى في هذا المشهد في أن هذه الشكاية من المرأة بأن المرأة لم تكن تأخذ مراس في هذا الوقت حتى بعد بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بعد ذهابه إلى المدينة المناورة لماذا مثل هذا الأمر يبقى ظلم للمرأة في هذا الوقت فلما نزل قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر آيات الموريس قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بمجيء سعد أخ سعد بن الربيع أخ سعد بن الربيع يأتي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإتيان به وجاء وقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك لكن قبل نزول هذه الآيات كان أخ سعد بن الربيع يستحوز على كل هذه التركة التي تركها أخوه وقد مات في أحد فأنت ترى بأن المرأة حتى في الوضع المالي لم يكن لها نصيب في التركة المتوفة وبرغم كل ذلك فضلت الدكتور التخرصات عن حق المرأة المفتأة عليه والمعتدى عليه في الإسلام لا يتوقف وحتى الموضع الآية الشريفة التي أشرت إليها فضلتكم والتي انتصر الله سبحانه وتعالى للمرأة التي أتت لتشتاكي النبي صلى الله عليه وسلم هذه في حد ذاتها موضع للتطاول أو للتخرص من قبل بعض الحمقى الذين قالوا أن الإسلام لم يكن عدلاً وحشاه يعني في تعامله مع المرأة هذه الحالات التي ذكرتها هذه الآية وهي أربع حالات على وجه الحصر المرأة فيها بالفعل على نصف من الرجل وهي آيات ثابتة بيقيناً وقطعاً ودللات وقطعية يعني لا نستطيع أن نقول بأن نجتهد في مثل هذا الأمر وأن نعطي منها المبررات ما يوجد المساواة لكن هناك حالات أخرى لماذا لا نناقش هذه الحالات الأخرى التي فيها المرأة بالفعل مساوية للرجل وزائدة عن الرجل وحاجبة للرجل في بعض الحالات فلم نجد قد تشترك الأنثى في حاجب ذكر نعم في موضع كثيرة جداً ما يزيد عن التلاتين حالة المرأة فيها متفوقة في مجال الموريس فلو قلنا بأنه ينبغي المساواة بإطلاق هكذا لكنا قد ظلمنا سنظلم المرأة قطعاً في هذه الحالة لأن المرأة في أحوال كثيرة جداً هي ليست في الحقيقة على النصف ولا على المساواة بل هي زائدة بل قد تحجب الرجل في بعض الحالات الموجود معها في التركة بطبيعة الحال في المسألة التي تعرض علينا فهذه نظرة قد تكون قاصرة في النظر الكل لآيات الموريس والنظر الكل لكل مسائل الموريس وعندما أقرأ خطاب شرعي ينبغي أن أقرأ هذا الخطاب في إطاره الكل وليس في إطار جزء بجزء لكن في إطار المنظومة المتكاملة التي تعطي صورة واضحة للتكليف الشرعي لكن على كل حال المرأة بالفعل أخذت حقوقها بعد أن كانت مستوبة ويحق لها أن تأخذ هذه الحقوق لأنها إنسان كأي إنسان ولقد كرمنا بني آدم والمسواف الإنسانية ذكر وأن ستوجب علينا المسواف الحقوق أيضا والمسواف الواجبات ولذلك كان الإسلام حصيفا في هذه المسألة أنه ساوى في التكليف الشرعي في الحقوق وفي الواجبات والمرأة كانت كالرجل سواء بسواء شكرا